اهلا بحضراتكم في هذه التغطية قتل مسلحون على صلة بتنظيم داعش الارهابية 25 شخص السبت في هجوم ارهابية على مدرسة في غرب اغندا قرب الحدود مع جمهورية الكنغو الديمقراطية وذلك بحسب الشرطة الاغندية وقالت الشرطة في بيانة وردته قناة فرنسا 24 الاخبارية عن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة اغندية تتمركز في شرق الكنغو اعلنت مبايعتها لداعش الارهابي هاجمت مدرسة لوبيرا السنوية في مبون دوري واضحت انه تم العثور على 25 جثة في المدرسة تم نقلها الى مستشفى بويرا وجرى ايضا نقل ثمانية نصابين في حالة حرجة الى المستشفى مشيرة الان جنود من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة ذيرونجا حديقة بيرونجا الوطنية في جمهورية الكنغو الديمقراطية وضفت الشرطة ان عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة احركت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة مضيفة انه نقل ايضا ثمانية جرحة وهم في وضع خطر ويتلقون العلاج في المستشفى وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة تضم متمردين في اغندا ومن ثم انتشرت في شرق الكنغو في التسعينيات وهي متهمة منذ ذلك الحين بقتل الاف المدنيين وارسلت اغندا قوات الى الكنغو المساعدة في محاربة تلك الميليشيا وفي ابريل هجمت القوات الديمقراطية المتحالفة قرية في شرق جمهورية الكنغو الديمقراطية مما اسفر عن مقتل عشرين شخص على الاقل وكانت اغندا ارسلت قوات الى الكنغو للمساعدة في محاربة القوات الديمقراطية المتحالفة يذكر انه منذ عام 2019 اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعض من هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة ويصف هذه الميليشيا بانها فرع محلي له تحت اسم داعش وسط افريقيا والشهر الماضي تصدرت اجندة اغندا جهود مكافحة ظاهرة التطرف والارهاب والتي تقلق كثيرا من دول الكارة الافريقية خلال رئاستها مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي وتعاني اغندا من تمدد الحركات الارهابية خاصة القوات الديمقراطية المتحالفة التي باعت تنظيم داعش في عام 2019 وتنشط على حدودها مع جمهورية الكنغو الديمقراطية وبدورها ادنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية السبت الهجوم الارهابي واعربت مصر عن خالص التعازي والموسال حكومة وشعب جمهورية اغندا ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين متمنيتنا الشفاء العاجل للمصابين مستمرين في تعطية اخبارية على مدار الساعة من فلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم